بالوقت طبعاً هنروح نتعرف على أول منصة رقمية وتطبيق محمول في الشرق الأوسط للفنانين من كل التخصصات المنصة دي اسمها بسيطة لايف بتعرض الأعمال الفنية والموسيقية للفنانين والمغنيين والموسيقيين وصناع الأفلام والرسوم المتحركة وغيرهم كمان من المبدعين إيه حكاية منصة بسيطة لايف؟ ده اللي هنعرفوا من مؤسسات هريم قاسم المنورونا دلوقتي عبر تطبيق زوم في صباح الخير يا مصر هريم صباح الخير عليك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك وصباح الخير يا مصر أهلا بيك يعني منصة رقمية أبليكيشن في الشرق الأوسط للفنانين في كل بقى التخصصات العرض أعمالهم عالمياً ومجاناً الفكرة جات لك منين كان إيه اللي حركك عشان تؤسسي أبليكيشن أو منصة زي دي؟ أول شيء أنا مهتمة جداً بالقطاع الثقافي باستدامة القطاع الثقافي من أكتر من عشر سنين وكان موضوع دايماً نشاغل بالي إزاي الفنانين والمسارح والمؤسسات الثقافية يبقى عندها مصدر دخل ثابت تقدر تعتمد على نفسها منه إنما طبعاً اللي حركني أكتر هو وقت الكورونا لما المسارح قفلت وبقى ما فيش أي وسائل للتواصل مع الجمهور وبدأ بعض الفنانين يحطوا المحتوى الثقافي والفني بتاحهم أونلاين مجاناً للجمهور وطبعاً إحنا أكيد فهمين العالم الإفتراضي فيه تحديات كثيرة جداً زي مثلاً تدخلات الألجريبمز وتدخلات عدد الفيوز والناس بتقدر تحصل على إيه وما تحصلش على إيه وهكذا فأنا فكرت أني أعمل أو أوفر أداء للفنانين والقطاع الثقافي عامة أنه يقدر يتواصل مع الجمهور بشكل دايريكت وشفاف يحافظ على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المحتوى بتاحهم ويقدروا منه أنه يحققوا دخل ثابت يقدروا بيه أنه يمولوا المشاريع بتاعتهم أو أنه هما يقدروا يستقلوا بعملهم كفنانين طيب ريم هل دا مؤشر لأن المسرح الافتراضي هيكون هو اللي جاي؟ لا إحنا في بسيطة أنا واحدة من ثلاث مؤسسين البسيطة إحنا الثلاثة شايفين أنه العالم الافتراضي لا يمكن أبداً أنه يبقى بديل للفعاليات الحية لأنه طبعاً إحنا عارفين أكيد طبعاً دا كترة علم النفس هيقدر يقول لنا أكتر أنه إيه الفعاليات الحية دي مفيدة جداً لتطوير الإنسان وتطوير المهارات الشخصية طبعاً إنما إحنا العالم الافتراضي هو بس بديل وتمكين للي مش قادر يوصل للفعاليات الحية وممكن يكون هو زي محتوى هادف إنه بدل ما حضرتك تخش على منصات أخرى تتفرج على محتوى معين ممكن تقدر تلم العيلة كلها وتخلي الأطفال يتفرجوا على فيلم قصير أو يتفرجوا على فيلم وصائقي أو عرض مصرحي أو أي شيء آخر يكون محتوى ثقافي هادف بيعرفهم بثقافة بلدهم أو بثقافات أخرى تاني كمان إحنا بنروج لفكرة من المختاربين المصريين أو غير المصريين اللي قاعدين في بلاد أخرى ما عندهمش الفرصة إنهم ما ينزلوا يروحوا دار الأوبرا ولا مكتبة إسكندرية ولا أماكن أخرى يقدروا يبقوا في التواصل مع ثقافة بلدهم وتواصل مع المحتوى الفني والثقافي اللي جاي من بلدهم وغيرها من الأشياء الأخرى طيب بريم أنت كلمتي عن نقطة مهمة جدا وهي المحتوى الهادف هل أفهم من كده أنه بيتم اختيار مثلا المحتوى اللي بيارد على بسيطة لايف وكمان اتكلمتي على فكرة أن هما ممكن يقدروا يحققوا دخل فلو تقول لنا طريقة استخدام الأبليكيشن إزاي أوكي هي الأبليكيشن أو المنصة أي فنان أو أي مسرحة أو مؤسسة ثقافية يقدر يعمل عليه حساب إحنا عندنا ثلاث أنواع من الحسابات على بسيطة لايف وهي مجانية تماما حساب كفنان أو حساب كمؤسسة أو مسرح وحساب كجمهور لما الشخص بيعمل حساب كفنان أو مؤسسة بيتفتح له داشبورد مختلفة تماما وتقنيات مختلفة تماما عن طبعا الشخص اللي بس داخل بهدف أنه يتفرج على محتوى لما الفنان بيخش على المنصة بيقدر يعمل فعالية حية يعني يبسها حية in real time أو يقدر يحط محتوى مسجل مسبق ويقدر يختار سعر التذكرة ويختار عدد الجمهور ويختار حتى المناطق اللي عايز المحتوى بتاعه يظهر فيه عندنا جيو بلوكينج كمان ويقدر يعمل دسكاونت كودز يقدر يدي كودز مجانية ويبدأ يسوق المحتوى بتاعه عندنا تقنيات كمان كتيرة بتساعد الفنان أن هو يعمل fundraising جمع الأموال للمشاريع بتاعته أنه يقدر يعمل تسويق يعني بنيدي referral links لو هو عايز يدي اللينك لإنفلوانسر أو شخص يساعده في التسويق أو حتى مؤسسة تحط الإعلان عندها في الnewsletter ويقدر يعرف من خلال statistics أو التقارير والإحساءات بتاعت المنصة مين قدر يساعده في بيع كام تذكرة وعن طريق أنه منصة فبيقدر يحصل على بيانات دقيقة تخليه يقدر يعمل خطط استراتيجية مصبوطة للأعمال الفنية المستقبلية طبعا بشكرك جزيل الشكر فكرة طبعا يعني الحقيقة محترمة جدا وبتشجع كمان المبدعين على أن هم يبدأوا يخرجوا مشروعاتهم لنور ويبدعوا في مشروعات أخرى بشكرك شكرا جزيلا ريم قاسم مؤسسة منصة بسيطة لايف للفنون